اي تاني اكلم بسرعة جدا على اللقطة بتاعة رضا سليم الهدف الناس كلها ركزت مع الحركة لجوه الملعب وانه تواجد في المنطقة اللي مفروض تواجد فيها وسام عمل حركية وربط مع وسام بشكل جيد دخل انسايد بانه بلعب ناحية اليمين نعرض لقطة الهدف ونوقف اول ما يستلم ودخل جوه الملعب ووقف في المنطقة المقابلة للحارس وانه صوب بشكل ممتاز بالقدم اليسر الجون كله هنا في دماغه الجون كله في الفنت اللي هيتعامل قبل الجون ماشي وماشي عادي اللعبة على عدلتها وبعدين هنجيب الكرة الزاوية هو الفنت ده بس هنجيبه من وراء من الزاوية اللي عادة الزاوية الخلفية اوضح بكتير بص هنا كريم بص يا كريم اول ما يستلم وركز على الرجل اليمين بتاعت رضا بص 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 هو عدل معروف ان رضا لعيب ايمن مش لعيب اشوال خالص بص بعد ما يستلم ماشي استلم بص بص بقى يعمل ايه الفنت ده هو خلاص ابتده بص ركز مع المهدي سليمان وركز مع المدافع ارجع في رمو واحد ارجع في رمو واحد كلهم راح عزاوية عمارين زوية راحية الشمال دقة التصويب القدم اليسرى طبعا ده الـ 50% من الجل لكن الفنت الفنت اللي برجل اليومين ده ده دماغ عشان كده النهاردة شوية الناس كانت وللمرة الكتير بيشبهوا مع بركات مع الفارق طبعا الريكورد والتاريخ والامكانيات بتاع البركات لكن الستايل انه لعيب ذاكي فريدا ستين بالنسبة لي هو لعيب ممتاز لكن راس ماله هو دماغه انه لعيب ذاكي جدا في تحركاته زاكي جدا في الرياكشنز بتاعته